اجاج انت ولا انت اللي كتشوف هذا الفيديو بغيت نسولك واش عندك الظهر بناء ان على تجربة ديالك في الحياة كل واحد فيكم غيقول لي اه وللا ما عندوش وهو متى قد من جواب ديالو اللي بناه على مجموعة للتجارب في مدرسة الحياة انا اليوم غنقول لكم باللي ما كانش حاجة اسمت الظهر ولا الحد وما كانش عامل في الكون اللي غيتحكم في المواقف حياتي ديالك من غير الافكار وتصرفات ديالك انتا ريتشارد وايزمان هو واحد العالم نفس بريطاني دال واحد دراسة طويلة للمدة دياله عشرة سنوات على عين الحد باش يدير هالدراسة دال اعلان في الجرائد اي واحد قاعدها براسو محدود بزاف او لغير محدود يتصل به باش يشارك في واحد تجربة في الاخر جمع ربعمية شخص كبار وصغر رجال وعيالات في واحد تجربة اعطاهم جرائد وقال ليهم حسبوا لي تصاور لي كينين في الجريدة الناس دي كيشوفوا راسهم عندهم ش الظهر دوزوا وقت طويل وهما كيحسبوا في التصاور بمعدل جوج دقيق بينما الناس المحدودين دوزوا تاواني قليلة في البحث حيت شافوا في الصفحة التانية واحدة رسالة مكتوبة بخط كبير بلا ما تحسب عراكين تلسة واربعين تصويرا في الجريدة من هنا غن ناخدوا الانستنتاج الأول في مقارنة هالجوش الأنواع دي الناس الناس المحدودين عندهم انفتاح على خاصيات جديدة بمعنى مما كيبقاوش غادين في طريق المرسومة لهم من طرف النظام بل كيبقاو على طرق أخرى وكيقلبوا عليها باش يوصلوا الهدف هالشي اللي كيخليهم أكثر نجاحا من الناس خلال في واحد تجربة أخرى نفس العالم أعطى الفريقين واحد السيناريو وقال لهم تخيل أنك انت في بانكة وشوي يدخلوا الشفارة وتلقوا قرطاسة واحدة هذيك القرطاسة جاتك في ديك واش كتشوف راسك محدود ولا لا هذوك اللي كيشوفوا راسهم من حوسين قالوا باللي هذك سوء أحد حيث موصل بانكة واحدة من بين بزرط البناكت سرقت هذيك اللي هما فيها فهذاك الوقت وما بين وصل بزرط الناس فهذيك البانكة هما اللي جات فيهم القرطاسة وبالتالي نحسب عم فيما مشاو بينما الناس اللي كيشوفوا راسهم محدودين قالوا العكس قالوا أنهم عندهم الظهر حيت ما جاتهم شفش بلاسة أخرى بحل الراس وكانوا رادين بالسيناريو اللي طاحوا فيه حيت كان من الممكن تكون كفس هنا عاو التاني خانتلاحوا روح استنتاج واحدة أخر الناس اللي كيشوفوا راسهم محدودين كيكونوا متفائلين بالمستقبل ديالهم وإلا غايوقع لهم شي مشكيل محدودين كيكونوا ديما متفائلين بالمستقبل ديالهم وإلا وقع لهم شي مشكيل كيحاولوا يتخيلوا السيناريو كفس من هاداك المشكيل باش يحافظوا الإيجابية ديالهم هاد شي العاشفين ما تشوفش واحد ناجح في حياته ما تقولش ودلح حرام عنده صار بل قول باللي هاداك السيد صنع الحد دياله بيديه من خلال تجارب دياله هاد السيد خرج لي نار بعض ديالطرق باش نصنعوا الحد ديالك أولا ما كيناش طريقة واحدة باش توصل الهدف ديالك جرب كل شي وديك طريقة ليلتحيتي فيها وخاتكون طريقة باطئة المهم توصل جوج باش توصل الهدف ديالك خاصك تنقي دماغك من الأفكار العشوائية والسلبية ركز على شنو بغيتي وتبع الحدث ديالك توقع راسك غتوصل دك شي اللي بغيتيه ولكن ما تناش وتنسلق ما تجيك لفمك سي القلب على راسك وخلي راسك إيجابي وخاتفش المرغة وجوجو ثلاثة أربعة منين توقع لك شي كاريتا حاول تقنع راسك باللي كان ممكن يوقع لك كفز من هاكك وحفز راسك بلست ما تفقد الأمال حيث تواحد ما غيوقف معك من غير راسك الحد ما كانش في الهواء ما كانش في النهار اللي تضيتي فيه وما كانش في اللون دي الحواجك وما كانش في هدك لي كتشوف كم مالتو مع الصباح الحد كين في شخصيات ديالك انت وانت اللي غتحكم فيه واش مزيان ولا خيب وسلام شكرا